بسم ابو الابن الروح الكدسة الاله الوحيد من المسيح قام بالحقيقة قام ونحن ما زلنا في جائحة كورونا نصارع معها العالم كله يصارع مع جائحة كورونا يأتي لنا هذا العيد ونحن جميعا ممتلئين من مشاعر مختلفة ما بين مشاعر الالم مع المتألمين ومعاناة المرضى مع معاناة المحتاجين معاناة المحتاجين الى احتياجات المرض وليس لهم معاناة الذين فقدوا احباءهم ونحن بالحقيقة متألمين لهذا لاننا فقدنا احباء كثيرين كنا نراهم معنا في بيت ربنا ونستمتع معهم بالتسبيح والصلوات ولكنهم يصلون عنا في السماء امام عرش النعمة يعني العالم كله داخل في اضطراب من اجل اجائحة كورونا وفي هذا التوقيت تحتفل كنيسة بقيامة المسيح له المكد ويحق لنا بالحقيقة ان نحتفل نحتفل بالحياة فعيد القيامة هو احتفالية الحياة احتفالية ادراك معنى الحياة ولانه العالم دخل في مفاهيم مختلفة لمعاني الحياة فاصبح هناك حياة حقيقية حياة أصيلة حياة أبدية حياة دائمة وهناك ايضا حياة ذائفة يحملها ايضا في داخلهم الناس لم يدركوا انسانيتهم الحقيقية وبالتالي ما بين الحياة الحقيقية الحياة الأصيلة والحياة المزيفة هو عظيمة في ادراكها والحياة بها الحياة المزيفة هي يحياها البشر في منظور الآن الملموس المحسوس الزاتية الانتفاعية السطحية وبالتالي لا يستطيعون ادراك معنى الحياة الحقيقي عشان كده كان معلمنا يوحنى الحبيب أعطى وصية هامة جدا بنكررها باستمرار في الكنيسة يقول لنا لا تحب العالم لا تحب العالم لأن محبة العالم ليست فيها محبة الآب لأن محبة العالم هي شهوة الجسد شهوة العيون وتعظم المعيشة وهذه ليست من الآب وبالتالي هنا هناك فرق كبير جدا ما بين إنسان يحيا في حياة حقيقية كما أراد له الله منذ البدء وفي إنسان تاني دخل في محبة العالم شهوة الجسد العيون تعظم المعيشة لما نيجي نشوف تأسمتهم هنلاقي في كتير من الأوقات نحن الآن نحيا في ظل هذه الشهوات جميعها يعني هي كانت موجودة منذ البدء ولكن الآن تزداد أكثر وأكثر فشهوة الجسد مربوطة بالمادية اللي دخل فيها محبة المال ومحبة الملموس ومحبة شهوة الجسد ومحبة كل ما هو ملموس هو عبارة عن خيال يتوقع فيه الإنسان أن هذا نافع له في قصة شمشون الجبار الذي كان قاديا لإسرائيل لما قابل دليل ودليل في نفس الوقت هي ما زال الروح الذي كان يعمل فيها يعمل فيها هذا العالم الآن وروح دليل ما زال يعمل في العالم رحل أهل ألهم أنها نافعة لي وانتهى الأمر به أنها لم تنفعه مطلقا بل بالعكس هي كانت سبب في هلاك وهلاك كثيرين خيالات الانتفاعية الزاتية شهوة العيون مربوطة بالمناظر بالشهرة وخلي بالكو الآن هذه الشهوة هي تعمل فينا لأنه الإنسان من خلال شهوة العيون بيدور على قيمة إنسانية علشان يلتصق بها فتلاقي يلتصق بالشهرة يلتصق بالمناظر العالية وبالتالي بس تلاقي هنا خيالات القيمة الزاتية تعمل في الإنسان هو صراب أما تعظم المعيشة فهي خيالات الرفاهية عايزين الأعلى عايزين الأحداث عايزين الأجداد عايزين المدل الجديد وهكذا عايز دايما وتفتكر أن الرفاهية هي تجلب لك حياة في الحقيقة أن نفس هذه الأمور كانت مبدأ الشر في العالم في الإنسان الأول ربنا خلق الإنسان على صرطه وعطاه أن يكون المثال ووضع له وصية وقال له ما تكلش من شجرة التي في وسط الفردوس لأنه يوم تأكل منها موتا تموت وصية واضحة ونتيجة واضحة وتأتي الحية القديمة بنفس الصورة التي تعمل بها الآن إبليس الحية القديمة يأتي إلى حواء ويبتدي المناقشة هو صحيح ربنا قال لكم ما تكلوش من كل في مار الجنة لا أما اللي نشغر من بس شجرة وحدة التي في وسط الفردوس لأننا يوم نأكل منها نموت الإجابة بتاعة إبليس اللي تخلي بالك منها لا لن تموت ربنا يقولك في نتيجة وانت تسمع إبليس الحية القديمة اللي يقولك لا لن تموت وهنا يبتدي الشر يدخل في داخل الإنسان اللي كانت بعد كده نتيجته الخطيئة لكن الشر دخل إمتى أول يقع في شهوة العيون شهوة الجسد تعظم المعيشة فيحيى بلا قيمة إنسانية لأنه صنع خيالا في داخل نفسه وهذا الخيال يفضل يجري وراه ولا يستطيع أن يلحق به عمرك شاه شفته حد يمسك خياله يجري ورا خياله العالم يعمل كده وبالتالي يتحول الإنسان إلى إنسان غير حقيقي مزيف بدل ما نشوف حتة ألماز نشوف حتة إزاز سهل الكسر سهل التدمير وبالتالي يسهل على إبليس إسقاط الإنسان في عدم كفاية الحياة ويفضل الإنسان في يأس في عدم فرح في عدم إدراك لإمته ويفضل يدور على قيمة علشان يلبس قيمة غير القيمة الحقيقية وبالتالي يحيا في حياة مزيفة لأن هذه الحياة المزيفة لا تستطيع أن تستمر وليس لها الكفاءة أن تؤيد الإنسان في الحصول على قوة يواجه بها تحديات الحياة لأنها هي نفسها غير كافية وبالتالي هنا يسقط الإنسان في زيف الحياة لحظوا أن جميعنا كثير من الأوقات نسقط في إحدى هؤلاء الشهوات كثير من الأوقات شهوة جسد شهوة عيون تعظم معيشة زيف الحياة إنسان غير حقيقي إنسان لم يدرك إنسانيته بعد وبالتالي كل حاجة يعملها حتى ولو كانت أشياء روحية بيعملها بسطحية وبعدم كفاءة لكي ينظروه الناس فبالتالي يسقط أيضا في زيف الحياة لا يكون إنسانا حقيقيا وبالتالي هنا البشر يحتاجوا إلى أمر يوقزهم من هذه المأساة قد تكون جائحة كورونا هي دعوة للبشر أن يعودوا مرة أخرى لإكتشاف إنسانيتهم الحقيقية لإكتشاف إنسانهم الحقيقي لا يستطيع إنسان أن يكون روحيا إن لم يكن إنسانا أولا لا يستطيع إنسان أن يكون مصلحا إن لم يكون إنسانا أولا لا يستطيع إنسانا أن يكون ناجحا إن لم يكن إنسانا أولا لا يستطيع إنسان أن يكون طقيا إن لم يكن إنسانا أولا علشان كده نحتاج إلى اكتشاف إنسانيتنا الحقيقية ومن هو أفضل من أن نرى إنسانيتنا في المسيح الإله الذي تجسد من أجلنا صار إنسانا من أجلنا حملنا معه وعلى الصليب أبطل سلطان الخطية وأقامنا معه بقيامته ليجلسنا معه في السماويات ويعطينا صورة حقيقية للإنسان الحقيقي الممجد في المسيح يسوع أي أن المسيح يردنا مرة أخرى إلى خلقتنا الأولى قبل دخول أصل الشر فينا وكان أصل الشر هو النظر بعيدا عن الله نفسه عشان كده دخل أصل الشر في البشر قبل إتمام الخطية قبل أن يأكل من الشجرة دخل أصل الشر في الإنسان لأنه حول نظره بعيدا عن الله مجرد إن الإنسان شك في وعد الله الصادق اللي موجود قبل الأذل وخطة الله الأذلية أن الإنسان يحيا معه في البر والقداسة إلى الأبد فهذه خطة أذلية موضوعة قبل حتى أن يوجد الإنسان ولكن لما الإنسان يفقد الثقة فالله ويبص ويسمع لكلام الحية اللي الآن نحن كثيرا من الأوقات نسمع كلمات الحية أيضا عشان كده هي صحوة هي دعوة أن نعود مرة أخرى إلى إنساننا الحقيقي وإنساننا الحقيقي لا نستطيع أن ندركه إلا من خلال مفاعل القيامة فبالتالي القيامة كانت إعلاننا لمجد المسيّة الإله المتجسد الذي صار مثلنا وأخفى لا هوته من أجلنا والآن هو يعلن أن كل ما قاله هو حق لما يكلم في حياته على الأرض عن أنه هو هو الإله هو هو والآب واحد وهو خبز الحياة وماء الحياة ونور العالم والكرمة الحقيقية والراعي والباب وهو الأول والآخر والآن هو يعلن أن كلمته حق وبالتالي يعطي للإنسان صورة حقيقية أن كل كلمة قالها هي في الحقيقة حق للإنسان نفسه أن يتمسك بها أما من يثبت في كلمة الله فهو الذي له حياة أبدية وبالتالي هنا كان لنا هذا الاحتفال هو إدراك لإنسانيتنا الممجدة في قيامة المسيح وإدراك لحياتنا الجديدة التي نحصل عليها من خلال مفاعل القيامة وعشان كده مفاعل القيامة تعمل فينا للتغيير الحقيقي الذي تم من خلال الفداء والقيامة لأن المسيح حملنا فيه وبالتالي مفاعل القيامة هي مفاعل حقيقية فاعلة دائمة في صميم الكيان الإنساني ليعطينا حياة جديدة وده اللي عبر عنه بورلس الرسول وقال لنا أن الذي يحيى في المسيح فهو خليقة جديدة لأننا في المسيح خليقة جديدة هذه الخليقة الجديدة هي في الحقيقة هي إعادة مكرمة إلى الحقيقة الأولى أن يعود بالإنسان إلى خلقته الأولى مكرما أكثر بكثير من خلقته الأولى لأن في القيامة المسيح واتحادنا به نتحد به هو هو الإله الذي كان قبل كل الظهور وبالتالي إدركنا لكياننا في المسيح الذي هو حياتنا يعطي بعضا آخر لكيان طبيعة جديدة لها قرامة أفضل بكثير فالإنسان الترابي الذي كان من الترابي كان أما الإنسان الجديد ففي المسيح هو إنسانا روحانيا إنسانا مكرما إنسانا متحدا بالمسيح نور العالم فكياننا في المسيح هو الذي يعطينا هذه الميزة هذا التميز الذي لنا الآن أن تدرك أن حياتك الحقيقية هي فيه وبالتالي هنا القيامة ومفاعلها تعطينا إنسانا جديدا مخلوق في صورة الحق الحق الإلهي المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة فإنسانا مخلوق على صورة الحق والقداسة لكي نستطيع أن نحيا معه كل حين وهذا التدبير الإلهي كان موضوعا منذ الأزل لأن الطراب لا يستطيع أبدا أن يرف السماوي فكان لابد لنا أن نتغير في المسيح باتحاده بنا لكي يحملنا معه إلى الأبدية فهي تدبير إلهي منذ الأزل وده اللي عبر عنه بولس الرسول في رسالته لكلوسي أن ده كان موضوع قبل الأزمنة منذ الأزل وهنا نشوف أنه الكيان ده إذا أدركنا بننال فيه بركات كبيرة جدا إذا كان لنا المسيح فبالتالي يملأك بالقوة يملأك بالفرح يملأك بالكرامة يملأك بالكفاية تكون هويتك الحقيقية هوية أصيلة متأصلة فيه وبالتالي يحصل التغيير في الحياة علشان كده لما بنشوف أن هذا الكيان الذي في المسيح بيغير من طريق التفكير الإنسان بيغير من حياة الإنسان وبالتالي هذا التغيير هو تغيير في الكيان في صرنا من صورة الخطية إلى صورة النور لأننا انتقلنا من الموت للحياة ليه لأننا نحب الإخوة وده صورة المسيح لأنه أحبنا أكثر جدا مما نفتكر أحبنا إلى المنتهى عجيب أنه الكتاب لما يذكر لأنه كان قد أحبهم إلى المنتهى ففين هو المنتهى المنتهى هو إلى الأبدية الذي أحبهم حملهم معهم إلى الأبدية وابتلي هنا إدراقنا لهذا الكيان الجديد هو إدراقنا لإنساننا الحقيقي الذي في المسيح بالمسيح للمسيح نستطيع أن ندرك الحياة الأصيلة التي لنا وهي حياة أبدية حياة مستقرة دائما النقطة التالية أن قيامة المسيح أيضا تعطينا صورة للحياة من المنظور الزمني فلم يكن بعد الحياة الحقيقية تحت وطأة الزمن ولكن بقيامة المسيح أصبح لنا أن ندرك أن نفهم ونستوعب فيه أن غير الملموس نستطيع إدراكه في داخل قلوبنا حتى لو لم يكن هناك ما نلمسه بأيدينا لأن الله يعمل في داخل القلب لكي يعطي للإنسان فهما زي ما قال بولس الرسول لأننا بالإيمان نفهم فبالإيمان بتقدر تفهم ورجال الإيمان كلهم فهموا حتى ولو لم يلمسوا بقيامة المسيح بيقول لنا حقيقة أن حياتنا الأرضية ليست مرفوضة من الله خلي بالك خلي بالك حياتك الأرضية جسدك الذي تحمله غير مرفوض من ربنا ولكن حياتنا الأرضية هي عربون لحياتنا السماوية إن أدركت سلام سلام فرح في الروح كدس وهو ده اللي ربنا عايزك تفهمه إن حياتك اللي في الأرض هي أيضا حياة الأرضية لأنها هي أيضا عطية من الله وعطية الله التي لنا نكرمها ولكن تعمل كل كوى النفس الداخلية من أجل القصد الذي أعطاه لك الله وأي استخدام لأي موهبة أعطاها لك الله ضد الله هي في الحقيقة دينون على الإنسان وأي موهبة لا تتم من قصد الله فهي دينون على الإنسان وبالتالي يذهب الإنسان إلى حياة مزيفة عشان كده السيد المسيح وضع لنا أيضا مجازاة كرامة في هذه الأرض وأيضا في الأبدية والدانة ده بصورة واضحة وقال كل من ترك أبنا حكولا أو إخوة إلا ويأخذ مئة ضعف هنا الآن وحياة أبدية ربنا لا ينسى أن يكرمك في هذه الأرض ولكن كرامات الله للإنسان ليست بالحقيقة هي الصورة المادية السطحية الزاتية التي يبحث عنها الإنسان قد يقول لك الله لا تأكل من هذه الشجرة ولكن يقول لك أيضا أباركك وأرفعك وأجعلك بركة لشعوب كثيرة ولا تأكل من هذه الشجرة قد يمنع عنك ولكنه يباركك بكترؤ أخرى قد لا يعطيك ما تطلبه أنت من صورة مادية ولكنه هو كفايتك في كل شيء عشان كده أوعى تطلب بركة ربنا بصورة منتهية مادية لكن أطلب بركته أنه يعطيك أن تستنير عيون أزهانكم علشان ندرك رجاء الحياة الأبدية ندرك ميراسنا الأبدي وده في الحقيقة مفاعل القيامة اللي بيربط الزمن الماضي بالحاضر ويدفعه للمستقبل إلى الأبدية عشان تتجمع كل طاقات النفس الإنسانية اللي بنعيش بيها كل أيام حياتنا على الأرض نسبح الله نمجده وفي نفس الوقت نحيا بصورة طبيعية على الأرض فالقيامة لا تنقلنا خارج الجسد ولكن القيامة تمجد إنسانك الداخلي الممجد في المسيح ويجعلك تفهم حقيقة إنسانيتك إنسانك الحقيقي المخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق تفهم إنسانك الحقيقي عشان كده هي دعوة إنك تخلع إنسانك تخلع إنسان الخطيئة الإنسان الفاسد الإنسان العطيق تخلع إنسانك ده وترميه لأنك ليست بحاجة إليه هو زائف زائل أرضي ينتهي فتحتاج إن تخلعه تخلعه مع أعمال الظلمة تخلعه مع كل فسخت وكل غضب وكل كبرياء وكل حزد وكل نميمة وكل أمر شرير تخلعه مع شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيش تخلعه وتلبسوا الإنسان الجديد الإنسان الجديد المخلوق على صورة الله هذا الإنسان الجديد الذي هو في قيامة المسيح يحيا فيك في داخل نفسك فالبسوا كمختارية الله أحشاء رأفة أحشاء رأفة طول أنا رحمة وبالتالي يكون المحبة هي السائدة في حياة الإنسان هي دعوة لكل إنسان الآن أن يعود مرة أخرى إلى إنسانه الحقيقي إنسانك الحقيقي أجمل بكتير من أي قناع بتحطه على وشك الأقنع اللي الناس بيحطوها على وشهم هي زائفة زائلة عشان كده مسئولية الكنيسة هي أنها تحضر أولادها للحياة الحقيقية للحياة الأصيلة لإدراك الإنسان الحقيقي المخلوق على صورة الله الممجد بمجد القيامة الذي يحمل فيه استنارة أن يكون صورة وشبه إبد الإنسان الذي هو المسيح إلهنا نحيا به نحيا فيه نحيا له وبالتالي نستمتع بالقيامة كل أيام حياتنا هي دعوة دعوة لأن الحياة الأبدية هي مسؤوليتنا الحقيقية مسؤوليتنا كل واحد مننا في قيامة المسيح يدرك أننا فيه نحيا إلى الأبد فمسؤوليتنا أن نلتصق به بإنساننا الحقيقي ارفع قلبك الآن دلوقتي ارفع قلبك واطلب أنه يكشف لك إنسانك الحقيقي هو موجود وبس أنت مغطيه بشوية الأقنعة اللي بتوريهم قدام الناس شيل الأقنعة أتلاقي إنسانك الحقيقي أجمل بكتير مما تتوقع قيامة المسيح هي اكتشاف لإنساننا الحقيقي في داخل أنفسنا قيامة المسيح هي السعي والاستمتاع بالحياة الأصيلة في الأرض وفي السماء قيامة المسيح هي قيامتنا كلنا ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين